تخيل انت كمواطن بتدخل 1000 دولار وبتصرف 1600 دولار هيدا المئيس بيتطبق على وضع الدولة اللبنانية وهيدا يلي وصل العجز بموازنة الـ 2018 لحوالى 6.5 مليار دولار على شو اكتر شي بتصرف الدولة اللبنانية بالموازنة لازم تعرف انه 35% من الموازنة بتنصرف على رواتب موظفي الدولة ومخصصاتهم والتقاعد و 32% من الموازنة هي فوائد الدين العام يعني الدين العام عم يكلفنا 12500 دولار بالدقيقة واذا خفضنا الفوائد على الدين العام فقط 1% منكون وفرنا على الخزينة 900 مليون دولار اليوم في وعود رسمية لبنانية بتخفيض العجز كيف بموازنة تأشفية الموازنة التأشفية يعني صرف اقل ومدخول اكتر المواطن رح يشعر بالتقشف اذا شمل تخفيض المعاشات او تجميد قصم من سلسلة الرتب والرواتب بالاضافة لتخفيض تقديمات اجتماعية ومدرسية وتخفيض المساهمات بدعم الجمعيات وغيرها اما بالنسبة لزيادة مدخول الدولة فشو المطروح زيادة الضريب على الفوائد المصرفية من 7% ل10% وزيادة الضرائب على بعض المدخيل العالية وبيبقى الاهم وقف الهدر والتهرب الضريب وضبط الجمارك والدوائر العقارية والمرافق والمعابر الحدودية وغيرها وهيدا الهدر لوحده بيخسر لبنان سنويا حوالي 5 مليار دولار واذا تنفذت هالطروحات بيكون الكل ساهم بانقاذ البلد من الانهيار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة